ايفام سبور بلوس اي منزروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة اشتركوا في القناة من الموسم ومتابعة كذلك للجنة الانتخابات انتخابات الجامعة التونسية لكورة القدم لماذا تأخر قرار اللجنة حتى التوى ما زال ما نعرفوش هنا هي القائمات اللي بش يتم قبولها وانه هي القائمات اللي بش يتم رفضها هذا وغيروا ان شاء الله في حلقة تليلة من سبور بوليوس مرحبا بالجامعة تحية لكم تحية لكم الفريق العديد امير الخميسي في الاخراج ملك لمعالوي في العمل الصحفي ويام في الياف ام تي في وصديقتنا امام القربي في الديجيتال ساعد بشي رافقوني في التحليل على المعطيات والمسجدات اليومية والحناية سعد البيق بن مسعود مساء نور هلو سهلا بكي هلو سهلا بكي هلو سهلا تتعدلنا حصة خفيفة حطك الكاسك شحط لك اخونا المخرج حط عليك حط عليك ذوق 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 مخرج يعرف يختار شو ما يقولك يما يقولك لا يذوقك ما ذوقت سميع اه اغنية ليفربولة غير ما تعرفه ما يقولك لا يوريك المريط ولا يذوقك ما ذوقت هو ذوق العسل وحل صندوقه بتاع ثب على السباح ام او كل الاتحاد الاسباني استجيب لي طالب برشلونة وانشر محذت غرفة الفار في علاقة مرحبا مرحبا بيه بالفار ومرحبا بالبونتو لو اللي الرجل التكى عالسيد وطلع عالسماء مركبونتو وطفينا اتذوقنا هذي بكا وشكا وفار وعملي وعملي مع الناشف المخرج متاعنا بلاصو في غرفة الفار متاع الكلاسي كونتو كذوق ويعرف يختار مع تلومة معلم تحياليك سيميرا لو سهلا مرحبا بيك تحية زادا لمحب ليفربول سيمير السليمة مساء الخير على سهلة سيمير جبتها من رأسي خاطر عطول اغنية الريال قطل اغنية ليفربول ديها كيكة بالعالي مش انهاك شوية نبربش وبقي نحييو الناس الكل تحية كبيرة 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 بارشا للناس اللي تسمع فينا تحية للشلة متاعنا الكل اليوم نحس انو فما مؤامرة بديها في الاخراج فهمتني تآمرا معليها فما مؤامرة في الاخراج جينا وبقي كنا عملوا في ساعة رياضة توقب المنجي وفهمتني وعملنا اربعة اي تاجيات طلعينهم فهمت على ساقين فهمتني ببالي عملت معا شوية سبور واصعب يا اخو يبدالي استانس يا عبدالباك اي 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 وعليه يبدو غدو وبعض غدو نلقى اللوتا في اللوتا في البحلة كرهبته قلت له شويك ما طلعتش قلص ونصر ما يخدمش كيفاش بش نعمل قلت له جامعايش اي شاجع بيك يعني شاجع بينا بزيل تليق البدني متاعك في التوب شوية جليها وكل يتاج نيقب جوية نعمل راحة ونكمل الرحلة اه يا باه صريحة لتحضير البدني تاك اه يا باب او مرحبا يا روسالي بيك سامير مرحبا يا عبدالباقي مرحبا بالجميع لماذا تأخر قرار لجنة الانتخابات هذا سؤال اللي غامر ذهن كل المتابعين للشأن الرياضي في تونس سعاد الباقي شو بيوم التوى لجنة سيد احمد كندارا ما اعلوش والبارح كنا استنينا بش يعنو ولم يتم الاعلان كنا انو تصوروا انو ببارح في الليل اليوم الصباح كيف كيف حتلتوى ما تمش الاعلان مش فهم إن شاء الله منها خير يعني تتفسعوا واخر عجل الاعلان هو يوم الخميس اه مازال مازالوا يدقوا معناها انا اعتقد انو لجنة الانتخابات ورطت نفسها بالسيركولير الاخير اللي هبتتو كيفاش واللي طلبت فيه لزونجاجمو معناها يزم يكون ثمت لزونجاجمو بالنسبة لسيره في الجمعية الرياضية اه ويبدو انو ثم عبيد ما عندهش لزونجاجمو بالقائمات الثلاث حسب بعض التسريبات اه في اكثر من قائمة واحنا ما نذكروش القائمات حتى لا نتهم باننا نخدم مصلحة هذه القائمة على حساب الاخرى وننتظر معنا بعض القرارات وبعد تالي نجمو نعطيه شاهدتنا باللسم تقول انتي صمت انتخابي صمت انتخابي نعتبره بينسيره ولكن يبدو أنها تورطت في هذه المسألة ايه مرمال ما فاميش هايكا تونقولينا في القائمات اه ثمه 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 بعد الاعضاء انوه انوه اكثر من واحد ما عندهمش ليزونجاجمو وربما يلقاوا مخرج آخر قانوني كما يلقاوا في الانتخابات مخرج قانون مخرج باش يطايحوا المال القائمة الكل وربما يلقاوا مخرج باش يسعفوا الناس الكل ياما يطايحوا قائمة بارك ياما يشوفوا كيفاش باش الناس كلها تقعد رايضة كهو هذه هو معناها ثم نهي المسألة راي تتطلب وقت تتطلب برشا وقت خاصة بعد كما قلت لك بعد الضغوطات اللي عملتها اللجنة فهمت الآن إذا كان عمل الضغوطات يجب ما هي تزلق بفلقة يجب ما في ريمون تكون تريب بريسيز في القرارات المتاحة الضغوطات كانت للقائمات أصبحت للجنة بيد ترجع عليها ترجع عليها يجب ما تطبق شيء اللي قالته وهل لا تخرج تقول راو سيركولير هذي كانوا لي وراني غلطة فيه فهمت موضوع الزانجاجمون تتنذكروا مرة أخرى الأربع سنوات متتالية في التسيير الرياضي والانجاجمون يصير عند الجامعة تنسي لكورت القدم مش بورقة ولا هذا شقالت اللجنة قالت الورقة من عند النادي لا تكفي يلزب نرجع للجامعة ونقال الانجاجمون موجود متاعك كأن في العام هذيك أنت في الهيئة المديرة متاع النادي هذيك إذا كان ملقي تكشي تعتبر ترشحك لاغي هذي كلم اللجنة معناها ما يجب ناوش من عنا قانونيا سعبدالباقي قديش أخر أجل لأنه تنظر فيها اللجنة هذية أنا قلنا نهارة الخميس يجعل الضرب بيسور هما خمس أيام نورمال مو ثم عندك التمديد لتدارك الوثائق الناقصة اللي يعطيهها كما المرة الأخرى هو يدور الكاران تويتور الكاران تويتور على التمديد بعد القرار تعطيك مهلة تقول لك ناقصتك الورقة هذه أو الورقة هذه كملهم لحقهم هذا هو معناها في دي سي احنا او بلوتار او بلوتار جودي تكون عن غدوة معناها غدوة نورمال مو نكونوا نعرفوا شني القوايم الثلاثة اللي مش يعديوش مش يخديو وبكل صراحة معنا خليني يقول أنني أنني ما نش نحسها صافية كما يزي ما تكون صافية شمعنتها صافية دقلنا في إخوية تحس أنه ما ثماش ما ثماش دي برانسيب مبني عليهم العملية الانتخابية دي برانسيب اللي يشملوا الناس في كل ولا تنازلوا عنهم ولا تراجوا عنهم ووقت اللي ندخلوا طو مثلا ناخدوا مسألة نقول الفيفا قال ما ثماش قائمة تطعن في قائمة هذي رايب بدعة هذي سيد المصري استغرب وقت اللي جاء في تفقد العملية الاولى استغرب أنه كيفاش قائمة هذي ما تجيش خذوا هوم على أساس أني توصية فيفا أنا نتحدى أنه يعطيوني دوكيمون بحثتهم له الفيفا قالت له مثلا مش قائمة تطعن في قائمة يقول دي الفيفا ما تدخل لكش في الجزئية تذي الفيفا تقول لك انتخابات تفاصيل الانتخابات كيفاش تعملها حسب قانونك الاساسي قانونك الاساسي مصاد قتلك عليه الفيفا دي جاء ما تجيش تتراجع الفيفا تقول لك له ما كانكش عملتها هكا تهي عطاتك القانون هذيك يقال لك يخدم به هذي نقطة من يقاتلي وقتلي قال لنا سيداحمد كندر في شي داخل معنا لأسبوع الفارض تبش نسألوه قانا كل شي واضح هذي من بين النقاط من بين الأسئلة اللي حابرين نتوجه بهم لسيداحمد كندر الرئيس لجنة مستقلة للانتخابات هو قال لنو بعد ما تصير القرار وبعد ما تصير النظر ان شاء الله طه نعمل تصريح إعلامي دونك نستنيه ومنهون الوقت حتى لتوا من نجمه نعملو جست لفرضيات وقراءات وكهو نزيدك حاجة أخرى يا أخويا الغالي رأوا كتكولي يزم يكون موجود في اللونجاجمون رأوا أهم المسيرين اللي في النوادي مكنوش في اللونجاجمون وي أهم المسيرين يمشي للكلوب يمشي للتارجي يمشي للندي سفاكسي قال لك إهم ناس خدمة في الفريق متاعي رأي عمورها مكانت في الهيئة المديرة المنتخبة أو في اللونجاجمون قال لي هو سعادة المشقعة فيه سيس برسول مكسيمون رأي ناس اللي القانون شي يقول لك؟ يقول لك خبرة أربعة سنوات فالتسيير التسيير لا يقتضي أن تكون بالأساس عضو المنتخب في هائل المدير نجم أن نكون أنا رئيس فرع غير منتخب ونسير في جمعية ونزف في التيتروات وعمل نجاحات وعمل نجاحات وذي يا زيدا شنو أتوصي من فيفا زيدا كيلعا تقصد بكية كونوش هادة من عند النادي تكون كافية بالتبيعة ثم مصدقية النادي وإن ثبت لك أن ذلك النادي دلس عندك القضائش كبير دخلوا الحبس ومن ناحية أخرى طوى معناها والله أنا خطر نستثيق في بكي وفي المعلومات المتاعه حتى في التحليل المتاعه معناها منتقي أنا رأي المتوضع البسيط أي طوى نعرف أن الجامع عندها الأرشيف متاحها الأرشيف ذالي منعرفوه شان الأرشيف من أي سنة بدأ من الوقتش بدأ الأرشيف بدأ في العشرة سنين الأخرى واللي قبل العشرة سنين ذوكم معناها كي ما هوش في الأرشيف معناها من نجمش إنسان يتقدم بتقاه إنسان يخدم الرياضة وخدم كورة القدم التونسية في التسعينات والألفية في السبعينات وفي السبعينات يجي طوى بجي تقدم يقولوا لا والله ما يقينكش في الأرشيف متاع الجامعة يتفعل معنا للأستاذ يونيس بالميم يقول الأرشيف متاع جامعة تونسية للكورة القدم بدأ من 2007 من 2007 تحياليك سيد يونيس بالميم معلوماتك كذلك والإقبال لفين وسبع عشنا اللوحوهم الكل وحاجة أخرى وعليش قلتنا استثيقنا في كلام باكي قايمة ثلاثة قوائم ممكن زوز قايم ولا قايمة مش تطيح ممكن هذا ما يجمر تحو ثلاثة يجمر تحو ثلاثة كم يجمر تحو ثلاثة قايمة من القايم تحت بسبب هذه أربع سنوات متتالية هل من حق القايمة أنها تاخو ولا حق الرأي العام سفة عامة وثيقة تكون واضحة من عند الجامعة منشورة في الواحد معناها بش نعرف واحنا هل أنو الوثيقة دي سحيحة ولا لا يعطيك كان وثيقة يقولك فيها ترغب طيحتك كاكاو. كاكاو. أنت هالموضوع. معناه. والأمر من ذلك. تجرم الطيحني أنا قائمتي على أني عندي معايا زروق ما عندوش أربعة سنين. وتقول صحيح زروق ما عندوش أربعة سنين. وإن نشوف في القائمة الأخرى سامير السليمي ما عندوش أربعة سنين ما عنديتو. هذا هو. دخل لي ما تتعنش فيه. ما معناه. هذا هو. يعني القوانين والشروط اللي تحتها ذي موجهة. هاني قلتك جيت بناء على رأي يعطاها. وتفتح مجال للتأويلات. صحيح بك يا ولا. جيت بناء على الرأي رأي رأي. مش موش موشي قانون. ما هو شي لايحة ما ايش ديسيزيون لفيفا. السيد المصري قال كيفيش معايش بتوش الفازة بجيتوش على قدمه. مبين. خذوا بها على أساس أن يتوش يا فيفا. أنا قلت لك أنا نتحديهم ونجي لهنا ونعتذر ونجبت كلمي لكل. كان يوريوني الفيفا باعثت لهم ما يفيد بالمكتوب اخي تقولي شيء بالتاليفون. لا لا فميش تاليفون في انتخابات. هذي امور بالقانون واحد بالمكتوب. نعم عملوا قاعدة يا رينيو. عاتيني مكتوب من الفيفا يقول لك ممنوع انه قائمة تطعن في قائمة. عاتيني يا اخوة انا اعطيك جل تتير الشابو وقل لك سامحني واعتذر. واعتذر لقعة جمعة كاملة نعتذر لك. عمبي. اه تتصلتوا على عبادها كيكة معناها سيديونا مبورتكوات. وتوى جدلة ذي. عيو نخت موساميري. نخت موساميري. نخت موساميري. جدلة ذي قبل ما تبدأ انتخابات ما زلنا ممنع حتى شي طب. هذا هو علمي. فما بالك الأسبوع القادم. هيوه. جدلة ذي. هذيك عليش مهمية سراء القرار. متاع قبول. انهي القائمة شو تقبل. وانهي اللي سترفض ولا بشي تقبلوا ثلاثة على خاطر ايا خاطر ثلاثة فيهم اخلالات يلا يعديهم ثلاثة. وإلا نرضوهم ثلاثة. سابعة انه بش نرضوهم ثلاثة خاطر وقتها بش توالي ثمانتيخة بيت أخرى. هذا هو. نستنيوش بشي سير غدوة ولا بعد غدوة. اوبلوتار. القرار اللي بش يخرجوا. ما نجموش نزيد ونعملوا اي خطوة القديم. الا ما يبدأ عنا القرار بش نفهمه. ونحن اه شنو علينا وما لا نعم علينا. في عشرة ثوالي. انا رادي. خمسة ثوالي. ضد انه طيح قائمة دون قانون. اي. وضد انك تعدي قائمة دون قانون. وماذا. وماذا بينا اذا كان وقتا يصير القرار قبول ورفض وكذا. يفسرون عليش تم القبول وعليش تم الرفض. هذي سويتو في الرفض معناتها. علل ايجابتك عليش رفضت معناها. هو بكي ضد وكلمه صحيح هو انا ضد القانون من اصله. ضد القانون من اصله لانه قانون اقصائي معمول على القياس. باش يبعدوا بعض الاسماء ويقربوا اسماء اخرى. هذا استنتاجي. نحكي كورت. بدون معلومات معناها بدون حتى شيء. استنتاج عبد مواطن متواضع عنده معلومات وقد قد. نحكي كورت قدم. كما تعرفون الناس الكل انه رسميا تعقد نادي الاسفيقسي مع المدرب محمد الكوكي. البارح محمد الكوكي كنا نجرى حيوار مع الصفحة الرسمية للنادي الاسفيقسي. تحدث على عديد من المعطاية اهمها. ليس اوبجيكتيف متاع من هنا الى نهاية الموسم. اهم جاء في الحيوار ورجعين بالاتو. الوضعية ما نقول ايش انا كارثية لا. خطر ما تلعب حتى شيء. ليوم النادي الاسفيقسي صحيح هو في اخر الترتيب. لكن كونتاب لما تروى بوان على المركز الثاني. يعني كل شيء ممكن. ان شاء الله ثيقة اهم شيء لكابيتال كونفيانس راو اذا كان نحبه. نوصلوا بالنادي الاسفيقسي مع انتها المرتبة اللي هو يستحقها. خاصة نحكيته على نهاية الموسم. يلزم الناس كل تلتف والثيقة ترجع لكل الاطراف. خاصة لللاعبين وباش ترجع لللاعبين. يلزم الناس اللي الدائرة يعني بالفريق. هما اللي يحسوا الملاعبية ويعطيهم الثيقة ديك ويقفوا معاهم. باش نمنعوا اللي نجموا نمنعوه. وان شاء الله نضمنوا معانتها مشاركة افريقية للفريق النادي الاسفيقسي في نهاية الموسم إن شاء الله. اللي نأكد لك انه ماناش بش نتدخروا اي مجهود كسواء احنا كجهاز فني ولا ادارة. مستوى المردود الساعة قبل لانه نتاج من التنجمش تجيه من غير مردود. النادريات السفيقسية كما قلت فما انستريكت من امام متع كورة يلزموا يوريها بحول الله. فماش مدرب يربح ومدرب يخسر هذي معروفة في الكورة لكن فما مدرب روي عاونه بعشرة بالمئة. فما مدرب يعاونه بعشرين فما مدرب يعاونه بثلاثين بالمئة. ان شاء الله احنا نعاونوكم ونحطوكم في الاطار اللي يخليكم انكم تخرجوا كل ما عندكم. حاولوا نعملوا الادكواصيون اللازمة بين الاداء والنتائج انتلاق ان شاء الله مباراة القادمة ضدت رياض تونس ان شاء الله. ماذا محمد الكوكي المدرب جديد لنادي رياضي الاسفيقس يجينا مساج من عند متابع البرنامج الوفي مجد السوفي فريمو اغرب ملاحظة في من اللي بداي برنامج سبورت بلوز يقول سعبد الباقي مادام تلمون مريقلي تلمون يريقلو لاب زوزم ناقل معتها صحيحة الحكاية هذي. والله يزوز مليكش والله يزوز مليكش والله تحية لي. ملا دقت مولاي انا هوا معايا توا ساعتين من افتش لك. والله يحكيانا بدي ناسيوم يا اخويا اخويا انا مش نجوب واني مش نجوب. شون حكمة في لك 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 زوز مليكش. اولا امنيقل متواضعين اولا. فهمت ما لا. ما بش يتفدي فيك مالك. ما بش يدو مارك. ما بنتفجعش فهمني. هذو واحدة متاعي. من اخرى من قلت ولدي هبط نبدللها في البلع. حطيت فيه دي بش بتخربش نشيتها. ايما ايو نعم. والله يموليحظة راشيقة. موليحظة ببلاستها. اي موليحظة ببلاستها صحيح? عندي منقلبة كرا اخو. اه متواضعين. اغي يزوز مليك العمل هكين ماردونر. يلبس زوز مليك. اخويا قلت كنا نرميها ببلاستها. اي اي اخويا هذي يدو العلب رخاء المالي اللي ساعدني بها. اي ملا رخاء مالي. رخاء مالي. رخاء مالي. بلضب. خلينا ندب تروح ايان. انا عندي بلبس حتى مونجل شارك الرخاء المالي الكبير. اللي عندي. وهذه بالمناسبة والله خليني جبتها المناسبة. كنا في شمس فام. اه. في كل عيد ميلاد. يعطيكم مونجل. سنة سنة. كل عيد ميلاد واحد في السيرفيس بار. كنا نحتفل في السيرفيس بار. بعيد ميلاد وهذاك وانا تهادأ. اه. في عيد ميلادي هذي اهدتها لأختي عايدة عرب. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. هذي كأختي. تضعنا من عند عايدة سيرفيس بار. وبعوا بعضنا وكنا. وكنا نتهايدا في كل عيد ميلاد. شوفوا شنية الماركة وشوفوا هاي. شوفوا السعر المتاحة. بايبا السخيري وبشير الماجي وبشير خلفالة. كنا ديما في عياد الميلاد. أخذنا عايدة تحييرها. عودة على حوار محمد الكوكي السامير. الأبجيكتيف هو ضمان ثلاثة مراكز الأولى. يقول على المستوى العددي. رانا نجمع تبعى ثلاثة نقاط فقط على المركز الثاني. وكل شيء ممكن ومتاح. والبداية في المباراة المقبلة ضد الرجل. واضح. واضح أنه من ساعة تحيالية محمد الكوكي من المدربين اللي أنا شخصيا معناها يعجبون. يمن المدربين كفاءة اللي يخدموا في الصمت. تحيالية إن شاء الله ربي وفقه. واضح من خلال الأحديث متاع محمد أنه الهدف متاع السي اس اس. إحدى المراكز المؤهلة إلى دورة إفريقية. سواء مرتبتاني شامبيونز ليك أو مرتبتاني للكاف. وربما هذا مؤكد أن الإدارة عندها برنامج لتعزيز الإفكتيف والعودة السريعة نتمنىها للسي اس اس. يبقى المعلومات اللي اللي وصلتني واللي عندي أنه نادي للسفيقسي. وهذا طبيعي بطبيعة الحال كان باتصال ببعض المدربين. فيهم من اعتذره. وفيهم من قال أنه نخير أنه ونعليش المعلومة لنجم يأكدوها لو خيان في السفيقسي. قال لا نخير أنه نبدأ في بداية الموسم يعني في الصيف. ومحمد قبل هذا التحدي وهذا الرهان إلى حدود نهاية الموسم. ثم التقييم الفعلي. نتاج ومردود وخدمة في التمارين وهذا كله بطبيعة الحال. ثم نفكر في مواصلة التجربة من عدمها. ومحمد كوكي بطبيعة الحال قبل التحدي وهذا. ويخدم على روحه ورب يعاونه وإن شاء الله يتوفق ويتحقق الأهداف. فما تحدي الشخصي لمحمد الكوكي. لأول مرة يدرب في رقم البيك فور الكلاسيكي. نعرف هو الاتحاد المونستيري داخل في البيك فايف وكذا. يدرب في ملعب توسي كلهم أنديا كوبرا متفاهمين. لكن البيك فور الكلاسيكي والتقليدي في القاعدة الجماهيرية وفي الفلوس وكل شيء. اللي هما تراجي نادر فريقي نجم السيحلي ونادر يغضي الاسفاقسي. نجم ونعتبره ذي يدخل في ديفيه برسونيل لكاريير الشخصي اللي محمد الكوكي. من الأسباب ربما أنا ما حكيتش مع محمد من الأسباب اللي شجعته أن يأخذ تجربة هذي. لأنه جاته فرصة وشرف تدريب فريق كبير وعريق وجماهيري في حجم النادي الرياضي اسفاقسي. ولذلك هو قبل التحدي. وبطبيعة الحال حلم كل مدرب أنه يدرب النادي الرياضي اسفاقسي. هو شرف أنه يدرب فريق عريق يدخله في السيفي في التجربة يقول لك لما لا؟ بش نحاول بكل ما أوتيت من قوة أني نعود بالفريق قارب التصريح متاعه يعود بالفريق إلى ربما تألقه متاعه وتعود النتائج وهذا بطبيعة الحال من حقه. ولكن أنا نحكي في وقايع مقربة من النادي الرياضي اسفاقسي. ولهم الحق في ذلك بطبيعة الحال يقول لك أنا ما زالوا عندي ثم التقييم يكون في الصيف مع العلم أن النادي الرياضي اسفاقسي بتدخل على برنامج طموح لسنوات القدام نتمنى التوفيق والنجاح. الهدف هذي ممكن ولا ليه أنت أهل أفريقي؟ ماذا قال محمد كو؟ قال على المستوى النقاطي ولا أحد ما زال كل شيء ممكن. حسابيا النادي الرياضي اسفاقسي ما زال معني بإحدى المراكز فبالتالي من حقه أن يحلم ويخدم ويعمل على ذلك إلى نهاية الموسم تقريبا. ولو أن هالمهمة بطبيعة الحال مهمة صعبة نظرا لدينا المشاكل الفنية اللي يعيش فيها النادي الرياضي اسفاقسي. لكن المؤكد أنا متأكد أنه من هنا للصيفة القادمة مش يتغير حال السياسيس ويكون فما انتدابات وفما عمل قاعدة وبش يكون السياسيس في المستقبل أفضل وأقوى وخير. ثم مشاهد انتباهك وما تعلق عليه في حوار محمد الكوكي باكي. لا والله ما عنديش منظيف عليه قاله سمير كله معقول جدا ولي قلته البارح معناها إن شاء الله المهم أنه ما تكونش انتداب محمد الكوكي لفترة زمنية قصيرة. تكون انتداب في إطار مشروعي إذا كان في إطار مشروع أنا واثق من أن محمد الكوكي قادر على تقديم إضافة كبيرة جدا نادي اسفاقسي ولا نعتبر أنه من من صفوة المدربين موجودين عنا في تونس بكل صراح. هني قلت لك باكي الكلامك معقول ولا نتمنى أنه محمد يقعد سنوات في السياس اس الفترة هذية هي اللي مش تحدد خاصة النتائج الفريق هي اللي مش تحدد مواصلة التجربة من عدمية. اي كينو تاست يعني المحمد الكوكي متاع وكمنوني لاخر العام متنجمش تقول تاست متنجمش تقول تاست متنجمش تقول تاست محمد الكوكي كفاءة وكفاءة عليا. لكن كما تمشيش كورة ما تحسنش. هل تتصور أنه بيش يقعد الجمهور بيش يقعد يقل. اي جيستما وهل أنه محمد بيش يقدر يخدم في الدخل الجمهي. هذي عقلية الانتداء الخاطة اللي عنها في تونس راي غالطة. راي غالطة رايو تخزر انت تشوف في ماشستر يونايتد تاكل في العصاء هالعامين هذو ما مع نفس المدرب. وباقي التيامبو لأنه هو عنده عليش جيب هالمدربة ذا القضية متاعه مش يخسر ماتش يربح ماتش. سيرمون ثم توتن برو جي في مخه مع المدربة ذا. رغمني نحكي على مانشستر يونايتد وما أدرك. مال عليش باكي. في تونس عبد الكوكي ما أعلنوش على عقد بسنة ونصف. لأنه العقلية التونسية عقلية خاطئة. تونسية تونسية. أنه هاجو وشوفوا النتيجة. وبربي بالمنطق باكي. خلينا مانشستر ونعرف اللي نحترم عن هالناس اللي دي. أحنا في تونس ولا تصور أنتي لا قدر الله. محمد الكوكي ما يشاتش معاها الكورا اللي نهاية الموسم. يا أخويا. نجم تكمل التجربة معاها. أنا قل حال. ما نحط رويحنا زلدة. تم الكنتكست التونسية. نحط رويحنا زلدة في بقعة لهيئة المديرة. يا أما أنت مقتنعة بمحمد الكوكي. أو غير مقتنعة. مقتنعة بمحمد الكوكي. وتعرف أنه محمد الكوكي هذيك اللي يركب على الكيب اللي عندك أنتي تو. نجيب محمد الكوكي ونعطيه المدة اللازمة من أجل إعادة بناء فريق. إذا كان منيش مقتنعة بهذا يا. ما نجيبوش من أصله. أما أني نجيبو. بقى تو محمد الكوكي. ما تشولو معا الترجي في رد. كي يخسر تسمعها في شلة. لا لا في نهاية الموسم. فهمت في نهاية الموسم. بقى نهاية الموسم. محمد قال. محمد قال بكي. محمد يا سمير. ما يجبو يقول كان هكذا. ما لأ شنو؟ يا سمير رأى هو مبرايات البلايوف. ترجم تخسرها بالكل. وتكون النتيجة عادية يا رأى. نعرى. أنك تخسر معا الترجي عادي. أنك تخسر معا الكليب عادي. أنك تخسر معا النجب عادي. أنك تخسر معا النجب عادي. هذو ما تشوت بحديد في حديد. متاع ايكس دو. كل متاع ايكس دو. موش معاني أنتي يخايب كي تخسر. وأنه لأخر. على غالب. هذي كي. تو كان جينا على بطولة وتخسر لديماتش. معادي يزيكيب مويان. ولا يزيكيب تلعب على التياح. وعلى بعض وتخسر تخسر. منقوله أما في البلايوف. ما نجمش يقول أنا حتى كان يخسرها من الكل. ما نجمش يقول أنه نفشل. باقي نظريا. نظريا. نظريا موافقك ألف الميال. موافقك أنا معاك في النظرة هذه معاك. عمليا تطبيقيا لو كان أنا جيت في المسئولية. بتاع معناها فريق وكذا. ونعيش في ظروف متاع تونس هذه. نولي نقرأ ألف حساب. ولي نتاجها اللي تحكم. صحيح. وهذا كوانا واقعا. الكلام تاني. هذه استنادا على التجارة بالسابقة. نحن نحكي. مش نفس الكا وقتها لا سعد جردة. وقت اللي صح مع النجم الرياضي سيحلي. وقت ستيان كونتراد سيموا. كيف كيف زادة حتى مع الرجال بيضاوي. لا سعد جردة من الأول ثلاثة شهور. وقت اللي هز الكاف وكذا زادوا العام الثاني. هذي كهي. نخجو فصل صغير. ثم بيش نحكي على مدية بوسيلم. نحكي على الاتحاد الإسباني. اللي استجيب لبارشلونة ونشر محطيد غرفة الفار في الكلاسيكو. نحكي زادة على رحلة التراجي إلى جنوب إفريقيا. تفاصيلها وكل معطياتها بعد الفصل. أهلا وسهلا مرحبا من جديد انطلاق التسخينات. معنات العملية الإحمائية لمباراة الأهل المصري ومولدية بوسيلم. نزيد حتى دعوه ما انطلقتش المقابلة. وانتراتون أنور التوارغي. أعطانا تصريح خاص بيفين في ميكروزا ميلي قيس بنينة. وقتلهم متواجهين لقاعة المباراة. يتحدث على النهائي ذايا المرتقب نهائي بطولة إفريقيا للأندية. الأهل المصري مولدية بوسيلم. المدرب أنور التوارغي نسمعه وتصريحه. كما تعرف ملدية بوسيلم الثاني مرة في تاريخها وثاني مرة على التوالي في نيائي كاس إفريقيا. عمنا التواجدنا باللقب في تونس في قليبيا بالذات. هنا حاجة خاصة هذه المجتلعة ضد الأهل المصري في مصر. إن شاء الله نحاول نضافه على حضوثنا. نجحنا الأبجيكتيف الأول. نصله إن شاء الله للنهائي. إذا يتحقق تولي ثانية مرة تولينا لتحاولوا تولي الأبجيكتيف البرنسيبالي هو المحافظة على اللقب. الوليذة كل إن شاء الله حاضرين. حاولوا نقدموا كل ما عندنا. إن شاء الله الأمور البدانية متاعبناش إن شاء الله. يكونوا حاضرين. نقدم أوجه مشرف للرياضة التونسية ولكورة الطائرة التونسية. في الأخرى هذه فنال والحكم عليها المسابق لا يجب حكم عليها إن شاء الله تكون الانتصار من نصيبنا وإن شاء الله نكونوا روحوا باللقاء بأذية لتونس إن شاء الله هذا نور التوالغي المدرب مولدية بوسالم اللاعب السابق زد الندي لاضي سفيقس ما عندهش برشة من اللاعب كرة الطائرة تحية ليه تحية للرياكتيفيتي والله هي جماعة الفولي والهند ورياضات الأخرى قدشهم رياكتيف تصور نحنا كلمناه وفي الكار ماشيين للصالة إلى بري لابين بشي بعطلنا ميساج وبشي فرح بينا معانتها اللي هو ما عندكش فكرة قدش العكس في الفوت معاني تلقاه مركة بزوز بونتو دوبلي في الديفيزيون ما عادش يزعليك تيليفون معاني آآ تناهش تعمل أبو سالم ولا ليه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله عطوت فصوحنا قولولهم معالها ليه قديم جمهور نحنا طوي إلى حد لآن قبل الماتش الفينال قولولهم برافو ركم نورتونا ولي مش تكملهونا بعد في الفينال معالأهلي إحنا راضين به وبركة الله وفيكم آآ سامير زيدا النجم موديد بو سالم ما كانش بش تلعب على خطر عندها صعوبة ملايه وما عندهش بش تعمل دي بلاسمو أصلاً للمصر وبش تخلص لوتيل وكذا إلا بيتدخل السلطات العليا في البلاد في تونس نحييهم تحيا خاص ويرزم الناس ذو ما صراحة نعطيهم الحقة متاحهم وهذا أقل 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 واجب عمناول في البطولة الإفريقية عمناول عملت مفاشئة مدوية باكي مدوية ولا حد ولا حد حتى أقرب المقربين ولا حد كان يتصور أنا بش تصن النهائي تربح الناس الكل وتتقاو وتهز للفينال عمناول قبل الدورة هذية شهر التالية وربحة الزمالك عمنا ولا وربحة الزمالك وما ندرك شهر التالية زلوك تتكلم معنا رئيس النادي هل تتكلم على أنه يفكروا بجدية في الانسحاب نظرا إلى المشاكل المادلية الكبيرة معنا مش فكروا في الانسحاب قال انسحبنا وما عش وجود دخل معنا الرئيس وقتا شهرين شهرين دخل معنا الرئيس النادي بتعمل ديت بو سالم وأعرب على انسحابه من الدورة هذه نظرا المشاكل المالية تدخل سلطة الدولة أنه هذا الفريق فريق تونسي ماشي يمشي شرف الرئيس التونسية ومشي بحضوظ ضعيفة اليوم نلقاه في الفينال عمناول ضد الزمالك وسنا ضد الأهل العملاق أمام الجماهير متاعه معاد الصدفة معاد الصدفة ولا نتاج لعمل وتضحية وروح قتالية كبيرة يجرم من فريق سمحني في الكلمة مغمور قليل الإمكانيات قليل الحيلة قوي بشجاعته وبروحه الانتسارية الرياضة بصفة عامة رياضة بصفة عامة إمكانيات وعلوم وتدريبات وفلوس وبرمات ولكن كذلك الرياضة بصفة عامة تبقى روح قتالية وإيمان بالمقدرة وبالنفس أكيد أنه موليدة ابو سالم العب معامو نفسين أقوى منه أكيد اليوم بعد شوية الأهلي أقوى منه بأشواط وأشواط تبقى أكل سر أكل تحدي نتمنى أنه بو سالم يروح باللقب حتى في صورة ما لا قدره ما روحش باللقب تحية كبيرة ياسر من القلب لفريق مغامر وفريق شجاع وهذه واحدة من نقاط المضيئة القليلة في عتمة الرياضة التونسية بي نكمل اليوم خارج تونس دي ما ظلمين الفوتبول انترنسيونال الاتحاد الاسباني سيجيب البرشلونة وينشر محادثات غرفة الفارف الكلاسيكو الموضوع هذا يمتع الكرة دخلت خارجت فيها زوز مليمتر نقصين زيدين والدباء عالمي البونت وهذا يمتع البرسا والريال قبل جماعتين التالي سانداونز ويونغ أفريكانز العديد من المتابعين والمؤثرين في عالم كرة القدم والفيفا يطالب بتغيير قانون انو الكرة تتجاوز بكل محيطها العديد يتسائل زيدا القولاين تكنولوجي ويني علش نعتمدو في الفار لوركو ثم تقنية متاع القولاين هذيك اللي تم اعتمادها ويني هذيك علش نستعملو في الفار مش نستعملو في التقنية هذيك أنا اسمعوا روبرتاج زي ملتنا ملك لمعالوي وراجعينا نتيجة المباراة كانت واحد واحد بعد هدف الدنماركي كريستانسن البرشلونة وهدف فينيسيوس جونيور لريال مادريد تجي كرة اللاعب برشلونة لامين يامال في دقيقة 28 كرة كانت تنجم تقلب مباراة كاملة أما الحكم سيزار سوتو جرادو مع غرفة الفار قرروا عدم احتساب الهدف شنو حكاية أكثر هدف أحدث ضجة في المباراة الأخيرة لليوم الجدال مزال متواصل بخصوص هدف لامين يامال الذي وقع عدم احتسابه بعد مقرر حكم الفار سانشيز مارتينيز أنه الكرة لم تجاوزت خط المرمى بكاملها رغم موجود 36 كاميرا في ملعب سانتياغو برنابير لماذا لم تتم لوجوء التقنية غو لاين تكنولوجي ولا تقنية خط المرمى كل بساطة لأن الحكم لم يكن نجم يستعمل تقنية هذه على خاطر يعني أكثر من 13 مليار وحسب رئيس لاليجا خفير تيباس يرأى أنه تقنية هذه لا تتحق لفلوس هذه الكل وليزم نعرف أن البطولة الإسبانية هي الوحيدة بين الخمسة بطولات الكبرى التي لا تتمتع بتقنية غو لاين تكنولوجي خوان لابورتا رئيس برشلونة طالب تقديم دليل قوي أنه الكرة لم تجاوزت خط المرمى وطلب نشر لقطات صوتية ومرئية تثبت القرار في المقابل أثرت اللقطة حالة غضب في صفوف المدريجيين اللي قالوا أنه الناس جاءت الهدف الأول برشلونة اللي كان فيه خطأ واضح على كريستينسنت وجي توني كروس ونفس اللقطة تقريبا صارت في مباراة ماميلودي سانداونز ويونج أفريكنز واقتدد لاعب الفريق التنزاني وما تمش الحاسم إذا كانت تجاوزت الخط النهائي للمرمى ولا لي خاصة بغياب تقنية جوالاين تكنولوجي وتقرر في النهاية إلغاء الهدف ولازم نتذكروا أنه التقنية هذه تم اعتمدها خاصة بعد البوليميك اللي صارت في كأس العالم 2010 بعد إلغاء هدف لامفرد مع المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الألماني واللي وفيت وقتها بخسارة الأسود الثلاثة نتيجة 4-1 لكن هنين تسألوا هل تبقى إعادة مباراة الكلاسيكو هو حلم برشلونة المستحيل تهيلي ميليك المعليوي حلو السؤال الخرين ينحن نخو رأي عبدالبيقي في الموضوع بتبار أنه غير محايد بإذنك بالعجل بالعجل سهير لا فاد لك كتير فاد لك ثم برشل حقيقة معطيته الموضوع رهو مهم برشلونة ورئيسه طلب محاثات غرفة الفار جمعة التالي حمد مبارك طلب محاثات غرفة الفار في عديد من المباريات اليوم نشرتها السبانيور استجيب السبانيور استجيب وتونس ما استجيبوش ومسويق لك الفيفا ما تحبش مش معطا هونيا راحبش تفهم اللي احنا ندزو دون زان لا لا صنص معين معناه دونك هونيا هيت نعملوا ديما من البروجيكسي بتاعش شنو يصير في إفريق وفي تونس ونفس الحالات في أوروبا كيفاش يصير التعامل معاك اي ناشروا المحادثة وليوم لابورتا يطالب بإعادة المباراة ايه السبانيور شنو فيهم المحادثات ايه ما فيهم غيان هو سنسرمان سنسرمان احنا نتفرجوا في الماتش عاودوا التصوير قدش من المرة الصورة كانت غير واضحة خطر للزاوية خايبي هاوك في الكلاسيكو ما فمش زاوية الزاوية هذوكم هما نفسهم اللي كانوا في غرفة الفار هكا ولا معناها كان المخرج اعطانا صورة واضحة اللي اعتمدون في الفار اللي اعتمدون في الفار دوق متنجمش تلوم على الفار ولا على الحاكم ثم من الغدوة خرجت تصويرها من واحد من المحبين الكورة جاوزت الخط مرمى وكان هدف واحد صور من حسلوا على كل حال الجدرة وبشيق انا استغرابي في حاجة برك تقنية تذي الخط تذي اللي تكلف اربعة مليون يور معتمدة في اربعة بطولات كبرى عالميا هكا ولا والدوري الاسباني من اكثر اكبر الدوريات على مستوى العالم نتكلموا على اكبر نادي في العالم نتكلموا على ماتش تلعب في افضل ملعب في العالم نتكلموا على منافس مدريد اللي هو بارسلون من اقوى واكبر النوادي في العالم نتكلموا على كلاسيكو الارض نتكلموا على ماتش يتفرجوا فيه المليارات ولا ليجا استغلت هالكات مليون دورو دو استغلت تصور انتي طو هو الماتش ما عندوش هنا حاسبراي ما عندوش يرنجو كبير الريال مش تزل البوتولة ربحت ولا خسرت وبرسلون مش تلعب الشامبيونز ليج مش تلعب لكن تصور لو كان ماتش ديسيزيف متاع بوتولة متاع لا ليجا هو الماتش الاخراني البوتو هذي كيخلي الريال تهز ولا بارسلون تهز هكا ولا باكي تولي فهمة اشكال كبير تصور لو كان الماتش هذي اتعاد البركة يأهل بارشلونة للشامبيونز ليج اللي من خلاله مش تربح ملايين للروات ايه بي الاتحاد الاسباني يكون تقدم يستخسر اربعة مليون يورو للتقنية المقلفة هذي في حين كان ينجم يحرم الريال ولا بارسلون ولا غيرها هو يقول لك الفار كيفي ولكاف في الشامبيونز ليج كيف كيف ميش تعتمد فيها خطر بارشا يقولوا يخي ما هو فهمة تكنولوجيوين ذهور بالكشف انه ما هو شي كيفي مع العلم انه في الدوريات الكل بوجود الفار والتقنيات الحديثة الحديثة ديما يقعد لجدل موجود الفيفا والاتحاد الاوروبا والاتحادات بشكل عام وحتى كبار الممرنيين فيرغيسون وكذا يدزوا في تجاه انه كورة القدم على قد ما يبدأ فيها هداف على قد ما يبدأ فيها سبكتاكل هنا نحاول قانون الهدف الاكسرير يتحسب زوز مليت نحا القانون ولينا نشوفه في ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة وعادت ما عادش فهمة أحسابات في هذا الإطار سيب عبدالباقي وجهة نظر محترمة تقول لك وقيت باش انه قانون انه الكورة تتجاوز بكل محيطها الخط النهائي للمرمى لازمو يقع إعادة النظر فيه باش بالتالي مش ممكن انه يتلغى هدف على خاطر دو ميليمتر كورة دخلت كيف نعراك في وجهة النظر ذي وفي تغيير القانون ما انت شو مش يتغيروا على خطر اذا كان مش تنحي الكورة تعداد بكاملة محيطة هايش مش تحط في بلاسلو اشتر الثاني بتاع المحيط وكيف اشتعرفوا اشتر بعد مش تقعدوا نتعاركوا على اشتر ولا اشتر غير الربعة نفس العملية نفس العملية اشتقعد دي ما تعارك على سانتي زيد وسانتي نقص معنا مش تبدل انت ديمونسيوم المحيط الكامل الى نصف المحيط مش تقعد باقي تحكيمي نفس حكيم الفرنسيب يقعد نفسه اي صحيح بتعرف شو هو الحل هو في التينيس نفس الشيء بتعرف شو هو الحل الحل لانه يتنحى الفار الفار او الاستعمار هذا اللي عاملوا الي كورة القدم هيدا هو الحل راوا في نال سوسانتسيث ألمانيا وانجليتيرا لليوم انا حكيه عالبوت وانجليتيرا تعديت الليلة وانجليتيرا بحيح وتلك لذة كورة القدم قال بلاتير سانة يا والدي راه والفار راهي كذبة عملوها لغايات تجارية للوبيات اقتصادية كبرى ايك تشوف تاوي كيف يقول لك هالجول لاين تكنولوجي دي تكلف 4 مليون دروس 12 مليار في العام غدوة انت تجي للصومال تقول لها بالله يعملي الجول لاين تكنولوجي ولي ما عندش حق تلعب الكورة السومال كي ما تلعبها انت معناه سيتي نجمي سيبر راي سوق للتكنولوجيا لانه طوى مستقبل العالم الكله مبني على التكنولوجيا وعلى تسويق التكنولوجيا رايه كورة القدم بالفار حل تقامر شيء بتاع التكنولوجيا رايب بالاف ملايين الاروات رايه كذبة يكذبوا فيها على العباد رايه الكورة سيتا الكورة رايه ابداع بشري يزي ما تقعد في اطار الابداع البشري وجي فيها الاغلاط محايا فيك التفكير الاولد سكول متاعك سعود البيقي اللي هو يقول موش اولد سكول ما عندها يقول تحب انت الفوتبول بوبولير ذي التكنولوجيا هو الفوتبول اصله بوبولير شنو المشكلة هيك بالفار وقاعد تعمل فيها اغلاط هيك بالفار الراجل تقول لي كورة عدية تتك عليها بزوز يدينه وطلع لسناه مركبوط وريته بالفار وما قلت لي عاد شيء هالور الفار هو اكبر عملية اجرامية ليكون تقدم الفار يشرعون الاجرام ليكون تقدم تعرف عليه سمير خاطت الكل كورة كارينية بالفار سميش فمدزميش أرجو اي كين حان Learn Already مات mات ولت شرعى Leorgio وولت شرعى هات لي انو شيفها بالفار سيتم كنحن اي اي هو هالله quis عمر وش عمل وش دور تصويره وش اقلب وش اقلب وما بتعرف تروف التكنولوجيا معناnn اللي عبدي خرجوا عريين اصلا فممممممممممممم معناه كيفية ما تقولون ليش راهو هذي cinnamon 1 ذي راهو كيرثة جيت لكورت القدم راهو راي كيرثة رهيبة هو بيدو متكلف غالي على كورت القدم راوي لحد اين نارب ثنين وعشرين مليون اورو شهرية فقط بخلاف الامتيازات الاخرة معنى شنو اللي يقدموا للكورة قدم كين المرشيات كين المرشيات يا ما قول لين تكنولوجي قديمة شوي قديمة شوي قبل ما يجي يام فانتين هو بديل حديث فيها منذ كل بنتو بتاع ديمت ديس تعلام بارد لان نحكي عالتكنولوجيا عالتكنولوجيا بكل شوف بلاتير كان ضد الكورة الذكية كان ضد الفار ومن الاسمام اللي اتحت ببلاتير لانه ضد مرشي بتاع لوبيات صيونية كلبة دخلت حتى الكورة وما خلت حتى شي فهمت كان ضد هذا بلاتير فهمت جابوا الناس اللي مش يسوي كلهم الامور بتاعهم هذا هو اللي قاعد يسير برا شوف الاليات بتاع الفار وتبع الشركات اللي تنطش فيها وقول ايش كونها والفار جاء الفكرة متاعه لتقليل من اخطاء الحكام يجبوا الفكرة الليولانية تقليل اخطاء الحكام طيب بعد الفترة هذية من الفار هل اخطاء الحكام كثروا ولا نقصوا هل المشاكل ولا تتعمت اول لا ولنا مررنا من الحديث عن خطاء حكام الساحة ولا خطاء حكام الفار الفار ولا اهم من حكام الساحة حتى في توم سعيش فيها كل جمع وانتي اذا كان تشجع على الفوتبول معناها الهجوم يتسجل الهداف انا نقول لك كورة مثل خطوة يحسبها بونتو من المفروض لرجو ريت لرجو يكون بدن الملاعب يلتقل يما يدو بركة القدام يحسبوه رجو ايه تو كلام معقول هذية يا ودي انا هذي متأخر غير يدي بركة ايه يحسبوها هكا اليدة ذيكا ولا الصبوعها ذيكا ويقول لك ايه ويقول لك رجو باش نختم المثال الكلاسي كول اخرين نحي الكورة هذي كاي بوتو كريستانسنتع بارسلون الفار نورمو يتدخل ويحط فوت هكا ولا هي نورمو فوت مغير ما يوصل يتدخل اصلا بح فوت ولا البيلانتي متاع الريال حكام ماخر واسمع انا ظهرت لي مهيش فوت مهيش بينانتي ايه حتى ايه حات سيقو والاخر بذكيه اعمل لسيقو هاك اضرابها غاديكا وطاح الفار يدخل ومدخل هاي تلاثة اخطاء والفار موجود ولا ليجة وسبانيا وريال وبرشلون وما ندراك وليجين التدخلات اخرى عادي ده وكبير دوق الفار زيت ازم الوضع اكثر من اه اثناش الرقم امتاع اليوم يخص التراجراتي تونسي ورحلته الى جنوب افريقيا شفر دو جور اتناش نسيعة مع اسكال في التشات نسمو تصريح فاروق كاتو جيشو قول مهدي كاتو تحي كبير علي مهدي كاتو صديقنا وزمين علي هو زيدا واند مهدي كاتو شو ما مهدي شنو فاروق نفس الحكيه فاروق كاتو كان حاضر اليوم في مطار تونس قرتاج وغادي كزادا كان حاضر زميل قيس ابنينه كان حاورو على تفاصيل رحل التراجر يغطي لتونسي قدش من اسكال قدش من سيعة ما مادة تأثيرها شنو يسنف التراجي في جنوب افريقيا وما برنامج التراجي في جنوب افريقيا نسمع التصريح رحلة خاصة هي طائرة من الخطوط التونسية بالمناسبة نحب نشكل إدارة عامة عن الخطوط التونسية اللي تفاعلت معانا ووفرت طائرة بالرغم من كل الصعوبات اللي عندها يعني هي ناقصة طائرات وعندها عدة رحلات الحمد لله وصلنا الاتفاق وقرنا طائرة هذي اللي بيشتقل للوفد تراجر الياضي حتى جوانس بورغ تبقى في جوانس بورغ وترجعهم بعد مباراة إن شاء الله يوم الجمعة القادر رئيس الوفد هو سيد حمد المدب رئيس النادي تم موجودين أعضاء المسؤولين على فريق كورغ القدم الرحلة بيشتكون على مرحلتين مرحلة رولة بين تونس ونجامينا حسنة التشاد ثم تقريب ساعة في نجامينا يتزودوا بالوقود ثم يواصلوا الرحلة لجوانس بورغ الشيخ ميس الدريدي اللي هو موجود عنده يومين هنا في جنوب افريقيا حضر كل ما يهم يعني الإقامة هناك ثم يتنقل فريق البريتوريا وين بيش يتعب الماتش توقعوا أنه الوصول لبريتوريا بيش يكون في حدود الساعة العاشرة لايلا ربما ما عاش كردوز وبيش يعمل ربما حصة إزالة إرهاق ثم يكون العشاء ويعني يأخذوا راحة غدوة وين هالقميس حصة ستايد ربيا ويوم من جمعة مباراة إن شاء الله وتكون العودة يوم من جمعة بعد المباراة ثم زوج مسؤولين من خليط الأحباء اللي هما سي سيف العجمي وسي عبدالعزيز الفقراتي اللي يسافروا اليوم مع الفريق بيش يحاولوا يأطروا الجماهية الانتاعنا اللي موجودة في جنوب افريقيا واللي بدأت تتوافل تشوفنا الصور هذا فريق كاتو الكاتب العام للتاراج رياضي التونسي تعليق على الرقمتين اليوم ساميرا 12 ساعة مع إسكال في التشات هي رأي باش عبيت في بيلوم إسكال معناتها بشيرتيح ولكن هي رأي إسكال ساعتين لتزود بالوقود والملاعبية ما يخرجوش من الطيارة يقعدوا محصورين في الطيارة دون كنتو 12 ساعة فول سؤالي لك ما بدأت تأثيروا بدنين على الفريق وكيفاش لازم يصير العمل البدني كنربطوا النمبر دو فول هدايا مع دات بريفو معنص الليل اليوم والمباراة يوم الجمعة الساعة قبل كل شيء الفول سبيسيال الرحلة الخاصة هذية بمجهودات كبيرة من إدارة التاراج جنبة الفريق انتي قلت 13 ساعة جنبة الفريق ربا 118 19 20 ساعة بين مطارات دبي ولا قطر ولا غيره دونك حاجة ممتزة برشا أنه الفريق تحول في طايرة خاص ولو كان مش تقديم مباراة 24 ساعة كانت في رحلة عادية في رحلة عادية مش يتقليهم ربما نهارين وهم في الطيارات وفي المطارات هذي حاجة إيجابية برش الثنين الطيارة على ذمة التاراجي ريال تونسي والملاعبية متاع هو بالتالي كل ملاعبي بش ياخو تقريبا وحنا كنا قبل نعملوها شيء ذاك نشوف في طائرة خاصة ياخو صف كامل من الأربعة كريسي ثلاثة كريسي ثلاثة كريسي ويتك عليهم قمش عليه قاعد في السالون تعدان ويتفرش في ماتش يا مقبل كانش عندكم نيتفليكس وهكا وبيسي وتبدأ تتفرش مش مش نعيشوا مع الجرائد الورقية الحاجة الأخرى الأهم حسب رأينا أنه التاراجي ريال تونسي بش يوصل في التوقيت يسمح للملاعبية أنهم يرقدوا في التوقيت العادي متاع توقيت معقول ما فاماش نوية بلانش وهذي راو مهمة برش دونك التاراجي الملاعبية يوصلوا اليوم في الليل يرقدوا اليوم ويرقدوا غدوة ويرقدوا بعض غدوة يشارعبوا الماتش دونك ريب حنا بلانش لا تليالي ريقدين في التوقيت ممتاز داك وبالتالي نظن أنه على الأمور التنظيمية ممتازة برشا الفريقي ناجم يتدرب غدوة أو بعض غدوة في ظروف تكون طيبة وانا ساقمتع ريتم تعال لكوتي ديام تعالي ملاعبي اللي متعود به في تونس مش يلقاه موجود غدوة مباشرة بعد وصول الطائرة مهمة ساسيرا ريام باعتبارهم اللاعبية بيش يرقدوا يتعشوا يرقدوا مطلوبة مطلوبة إذا كان الفريق يوصل في التوقيت ربما بكري شوية إذا كان يوصل الفريق في التوقيت متاع العشرة متاع الليل نص الليل براتيكا مع نص الليل ممكن المدرب وقتها يخير يقول يعملوا ليسوا في بيوتهم ويرقدوا ديريكتمو نبه عودة قائد الفريق مكوينة بالنسبة لسانداونز عبدالبقي مدرب سانداونز أكت في تصريحات صعوبية أنه فضل عدم المخاطرابي في مباراة الذهي وكيف كيف المباراة اللي تتلعب اليوم في إطار البطولة المحلية لسانداونز من أجل تأهيله بشكل جيد يلقائيه بعودة القائد الفريق وأفضل يعب في الفريق وثم تأقله مع المناخ ومع الزوردو فول شنو ينجم ويزيدو لنقصه بالنسبة للتراجي لأتي تونسي بالنسبة للتراجيه أو بالنسبة للسانداونز لزوز ما هو اللاعب هذا مهم ومشدل ولكن قوة قوة سانداونز في أداء جماعي يقوم أساسا على الجوانب الفنية وذلينيه حتى في تونس وما غير مكوينة ما كانت شي سهلة معنا كانت كيب سودي وكيب كذا بإنتك ترجع مع شوية سانداونز في مع مع يانج أفريكيز بالإكسامل تلقاها كانت في في تنزانيا لعبت على راحتها أكثر من لعبت في في بريتوريا صحيح 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 رغم أنه مكوينة موجود فهمت موجود في بريتوريا تعتقد نفس الشاي بشي تعاود نهار الجماع؟ ما ما نعرش شان هذي معناها ما يتفهموش نحنا بريمو رام معنا شيء معنا شيء معنا شيء صون دي في نومان كل صراح في في جميع للتجاهات ما تجمشي تتوقع شنو مش يصير معهم فهمت وكل شيء ويرد فهمت بو تعاودوا أنه في في التيراب تحميل عبوا بأكثر ثيقة باش ما نقولوش بتعالي أصلا وهذا سبلوهم برجمة ساعة احنا قولو شالله ليتواصل نهار جماع ولكن راوه الماتش يبقى راوه صعيب عزوز صعيب عزوز صعيب عزوز سيفري ثمامتريس تكنيك اكستراوردينير عند عند سانداونس واحد بينما ملس بيرونس بين التاني في صد الفريق الهجومي في صد الفريق بشكل كبير يسر سكيفيه سيتام ما شري ديس بيتي معنى مش يقود يتلعب على على للاخر لحظة ثم ما اشهد نتيباك في الرحلة وتحب تعلق عليه بالنظر للسمعنا التصريح متى فريق كاتو في علاقة بالرحلة في علاقة بالإقامة وكذا انا قلت اقبل انه تقديم اللي عملته الكاف جاء لصالح الترجي لانه انه انه فرض عليها الطائرة الخاصة واحد طوميو بورو 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 الاسبيرانس فهمتو لكن ده يبقى زيدا بالنسبة للترجي الاهم ربما من مباراة بريتوريا هي مباراة القاهرة معنى فهم؟ اه موزينبي 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 والاهلي ايه ربما تكون اكثر اهمية معنى من الاحتي في علاقة بتأهل الاهلي الى كاس العالمي ايه تأهل نذكر مرة اخرى تأهل الاهلي على حساب موزينبي يعني اوتوماتيك مو تأهل ترجي لكاس العالم مهما كانت نتيجته ضد سانداونز سوى ترشح وإلا لا قدر الله اخرج وإلا مهما كان زاد النتيجته في الفينال او الترجي انتصر على سانداونز وتساعدك ترجي الاهلي في الفينال بيه قد تأهل نهائيا للمونديال زاد النفسية هذا هو بيه على ذكر موزينبي والاهلي المباراة تراهي كانت ثمانية متع وعليلت واخلت للعشرة متع لليوم الجمعة كذلك خطو كانوا يزوز في نفس السبعة ترجي سانداونز للعشرة الأهلي وتيبي موزينبي الملاعبين لكم بشيكونوا على ذمة لطار الفني سامير السليمي عودة دوزم لعبية كي باسوي وغاية لوهيبي اللي كانوا خارج القائمة في مباراة تنقل كوديفور ضد لاسيكو كنا تحدثنا على الثنائي هذي اللي كان خارج القائمة اليوم عودة الثنائي هذي موجود في الرحلة وكانوا زادة خارج القائمة في مباراة اللي تغيث لهيبي كان خارج القائمة في مباراة ذهب ضد سانداونز الملاعبين يكونوا على ذمة الإطار الفني لا غيابات لا إصابات حاجة مهم ساعة مشتنطلق فيه ساعة الملاحظة اللي قالها باكير هي مهمة برشة تخص سانداونز أنه يلقى مشاكل على ملعب متاعه أكثر منه خارج الملعب متاعه أنه خارج الملعب متاعه يلقى منافس يلعب مع هالكورة الفريقة ذاية تلمان سنيعية متاع كورة وتلمان الملاعبية متاعه القدام رابيدي يحب المساحات بالنسبة للتراجي أنه سانداونز ما سجلش في رالتس وهي نقطة إيجابية جدا للتراجي للتونسي النقطة الثانية المهمة وكنا تحدثنا فيها قلنا عدم قبول التراجي للحديث أهم التسجيل في حديث هذا أهم التسجيل في حديث فتوم يسجل التراجي ومقبلش ومقبلش حاجة مهمة برش الثنين نقطة كذلك المهمة أنه سانداونز في الماتش متاع نهار الجمعة بش يمشي بالصفة عليه للهجوم وهنا هجوم التراجي قادر على تسجيل الأهداف حتى هدف وبالتالي غشة اللي هو سريع ورودريغو رودريغيز اللي هو يحب كذلك المساحات والساس وغيره مش يلقاه رغم مساحات كبيرة بشرط أنه الدفاع متاع الاسبرانس وميلو تيران يكون جاهز لضغوطات اللي مش يفرضها عليه فريق سانداونز وانا عندي إحساس أنه التراجي قادر على تسجيل وبشرط آخر يحسن ويستغل أكثر للترانزيسيون بطبيعة حال أخيراً ما نتصورش أنه قردوزو بش يعمل تغييرات على مستوى التشكيل الأساسيين ما نتصورش بش يلعب تقريباً بنفس الفريق وخاصة بثلاثي متاع الميلو تيران اللي هو متقى أو له وغيلاً اشعلاني في الميلو تيران بطبيعة الحال بش يكونوا هدوما أساسيين تقريباً تسعين في المائة تسعين في المائة أو تسعة وتسعين في المائة من الفريق بش يكون هو الأساسي بوتاتر يختار بوشنيبة على ابن علي يقديمها كل واحد بالمائة بوشنيبة بن علي بوشنيبة بن علي بوتاتر يخمن في الناحية الدفاعية أكثر لكن تقريباً الفريق بالنسبة للتراجي ولا رودريجو الكل واضح وهذه حاجة إيجابية راو على الاستقرار للفريق عندك إضافة بكي؟ لا لا واضح يعطيكم الله صحة شكراً سعود البيقي شكراً سامير شكراً شكراً على المتابعة شكراً شكراً